السلام عليكم اصدقائي اعزال اوفياء متابعي قناة خدوتيب. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. انشاء قناة على منصة اليوتيوب وضبط جميع الاعدادات الخاصة بها من الالف الى الياء بالهاتف فقط. للمبتدئين وللراغبين في الولوج او للدخول لهذا العالم. عالم الربح من اليوتيوب. في هذا الفيديو اصدقائي سنشرح لكم جميع الخطوات وجميع الاعدادات اللازمة لانشاء قناة بالطريقة الصحيحة. وباخر تحديد. عندي عدة فيديوهات على كيفية انشاء قناة. باش الناس يقول لكم بزاف فيديوهات درتيهم. ولكن هناك تحديثات جديدة تلزمنا او لا تفرض علينا اننا نقوم يعني بعمل فيديو جديد. الطريقة اصدقائي شرحتها عدة مرات كيف تفتح قناة على منصة اليوتيوب. ولكن هناك تحديثات جديدة ظهرت خلال هذه السنة الفين وعشرين. لابد اننا نشاركها معكم. يعني تغيرت بعض الامور التقنية. لابد ان يعني الناس المبتدئين كي بغيروا يدخلوه او لكي شاهدوا الفيديوهات القديمة ديالي. ما كيعرفوش يكملوا انشاء قناة. لهذا ان شاء الله رحمة الرحيم في هذا الفيديو سنشرح كيفية انشاء قناة من الالف الى الياء كيفية انشاء قناة بالتحديث الاخير لسنة الفين وعشرين. وكالفيديوهات السابقة دائما كان نبدأ معكم كيفية انشاء قناة من البداية يعني من انشاء الايميل. ولكن في هذا الفيديو سنتجاوز او سنتخطى عملية انشاء الايميل. وسأضع لكم رابط كيفية انشاء ايميل في صندوق الوصف او غادي اطلع لكم في الدائرة البيضاء يعني من تكون تشاهد الفيديو او من يتسالي. غادي تكليك عليه وغادي يدخل لك الفيديو كيفية انشاء ايميل. ده بقى اغلبية يعرفو يفتحو ايميل. بنسبة كبيرة الناس يعرفو يفتحو ايميل. ولكن راشح الموحد يبغي يفتح قناة. انا كنقول لك ما الافضل لك انك ما تبغي تفتح قناة ما تفتحش الايميل عندك. ضروري يدير ايميل جديد. قدم زيان. ماشي ضروري تكتب الاسم ديالك. سجل المعلومات دياله عندك. كالاسم الموضو باس دك الايميل. كتبوا. كتبوا. انا مزاوك فيك لما كتبوا. لان بزاف ناس كيضيعونهم. ودير له الحماية ودير له الرقم الهاتف. باش من بعد لو قعلك شي مشكلة تبقى محتافظ بهذه الامور. كذلك اصدقاء خستكم تبعوا الفيديو من البداية الى النهاية. لانك تقدر تجاوز شي مرحلة ومن بعد غادي تحصل. لهذا اصدقاء كملوا الفيديو الى النهاية. اذا كنت ترغب في انشاء قناة بالطريقة الصحيحة. وكنت من عشاق التصوير. من عشاق الفوتوشوب. من عشاق المونتاج. من عندك هوايا مثلا او لا. بغي تعلم شي واحد شي حاجة. بغي تزيتي اضافة. بغي تنشر فيديوهات دينية. قرآن. تسلية. اه سبور. اه خرجات. جولات. ترفيه. سنشرح لك في هذا الفيديو. وسنساعدك ان شاء الله على انشاء قناة. سنضعك في السكة. هنحطك في السكة. انت تبدأ وان شاء الله رحمه 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 حتى توصل لهدف ديالك. فقط الصبر. اذا بغي تفتح قناة راه ماشي تفتح قناة اليوم. او غدا تقول رانا صافي. رانا مثلا اخصي الحقيق شروط في يوم ولا يومين. الامر يعني خصو شوية ديال الوقت. مهم اصدقاء هذي الامور كما كنت سنوضحها. كذلك ليفتح قناة ان شاء الله رحمه. جميع الفيديوهات التي سيحتاجها. كالمونتاج كيفاش يرفع الفيديوهات كيفاش يديه في الصورة المسغرة. هذي الامور كاملة غدي يلقاها في القناة ديالي. ولا افتحتي القناة دابا عندك تلقى شي فيديو على شي مناسة يقول لك نود افتح دابا. الاعتنس ما كنفتحوش حتى كنحقوه الشروط كاملة. مهم اصدقاء. لكتي اول مرة كنتظهر لك هذي القناة للاسم ديالا قناة خالدوتيب الخاصة بالربح من اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك. اشترك في القناة وفعل زر الجرس كي يصلك كل جديد. وعلى بركة الله نبدأ في شرح الطريقة كما قلت لكم في البداية بالهاتف فقط. بسم الله نبدأ في شرح الطريقة اصدقاء. غادي يمشيوا لليوتيوب. وبالتحديد الجديد كيمكن لكم الفين وربعة وعشرين. تبعوا الفليشات باش يسهلوا لكم طريقة باش تكملوا الاعدادات كاملين. غادي نكليكيو على اه كيمكن في الصورة التحت انت. من بعدك اطلع لنا هادا الصورة. وعدنا في الاعلى يعني اه اسم القناة او لا الاسم او لا حرف القناة او لا ايقونة القناة. غادي نكليكيو عليها باش اننا ندخلوا الاعدادات انشاء القناة. بعد منها مباشرة غادي طلع لنا هاد الوجهة. عدنا اول حاجة هي الصورة كي يقولك يمكنك تغيير صورتك او التقاط صورة جديدة. غادي نكليكيو على الصورة باش انا ننضيفه صورة للقناة. غادي نحاول انني ناخد صورة من الكالوري او لا لتقط صورة مباشرة. من الاحسن نكون موجد صورة. هاد المرحلة دي غادي ندوزوها بسرعة لانني موجد صورة. من بعد كنقادو الصورة المكان اللي بغيت. او كنضغط حفظ كصورة الملف الملف الشخصي. بعد منها مباشرة كنكليكيو على الاسم. وكن اختار اسم القناة. الاسم غادي نكون مقادو وموجدو مسبقا ونكون بحطة عليه ماشي نجي نختار اي اسم. غادي نديرو مثلا خالد للشروحات انا نعطيكم امثلة. وبعدها غادي نديرو حفظ. بعدها تأتي المرحلة الموالية. غادي نلكلكيو على. انشاء القناة. وبالتالي هناك يكونو بدينا في انشاء القناة. يعني تواني. و غادي نمرو للخطوة التانية. الان تم انشاء القناة بنجاح. غادي نعودو نكليكيو لانتا التي في الاسفل. وبعد منها مباشرة غادي تطلع لنا الواجهة بشكل جديد صورة القناة. وفي الاسم جالا القناة. غادي نعود لديك صورة القناة من جديد. وقد يطلع لنا هاد الواجهة. عدنا واحد القلم في الجانب الايسر. غادي نكليكي عليه باش اننا نضيفه وصف ونزيده بعض الاعدادات الاخرى للقناة كصورة الغلاف. غادي نكليكي على ايقونة الكاميرا التي في الاعلى. وبعد منها ناخده صورة كما كتلكم نكونوا موجدين من الاحسن ديال غلاف للقناة. وراني دهي الفيديو كيفاش تصيبه غلاف احترافي. غادي نقادده وغادي نديره حفظ كصورة ل غلاف القناة. عدنا بعض الامر الاخرى اللي قادناها كالاسم والاسم المعرف اللي بغينا نغيروه. دبا كي بقنا وصف القناة. غادي نكليكي على داك القلم. باش اننا نضيفه وصف. اول حاجة كنا نبدأ هو اسم القناة خالد للشروحات. قناة تعليمية لربح من اليوتيوب. وكنزيد نضيف امور اخرى. وكندير حفظ. يعني انا غي اختصرت لكم ووريتكم المكان ديالو. صافي هنا كنكون قمت بانشاء القناة باقي ليا غير الاعدادات الداخلية. هادي الامور هادي هي اللي كالضهر المتابع كالاسم والصورة والاسم المعرف هادي كيشوفوها الناس. ولكن الاعدادات الداخلية هي اللي كتساعد القناة باش الضهر والامور الاخرى. غادي نمشيوا الكروم. وغادي اما غادي نكتب في البحث يوتيوب الى ما كانت ظهرة ليا ايقونة يوتيوب. وبعد منها كندير تسجيل الى يوتيوب. او لا كنكليكي على اه يوتيوب الى كانت طالع ليا في الروشيرش ديال جوجل كروم. انا غادي نكليكي لها. بعد منها غادي نتأكد اولا بان الايميل هو هدا اللي فتحت له القناة. ضروري تأكده. يعني تكون الصورة ديال اللي حطيت ديال القناة. غادي نكليكي على ايقونة ديال القناة. غادي طلعوا لي هنا الاعدادات. ولكن قبل منها نتأكد بانني دير يعني التصفح بسطح المكتب. غادي نكليكي على تلاتة نقاط في الاعلى. ونكليكي على اصدار بسطح المكتب. دابا غادي نكليكي على الاطلاع على قناتك باش ندخله نقاط DO الاعدادات الداخلية للقناة. باش ندخلوا value لاعدادات الداخلية غاصنا. اولا نكليكيه على تخصيص القناة. عدنا تم تخصيص القناة وعدنا ادارة الفيديوهات هناك نكليكيو كي مجد chicos على تخصيص القناة وبعد منها مباشرة غادي طلال ليا الواجهة الخاصة بالقناة. هناك يقول اهلا بك في استوديو يوتيوب. سنكليك الى متابعة. هنا تخصيص القناة. هاد الامور كلها عدلتها في البداية. يعني بناء هوية العلامة التجارية. المعلومات الاساسية. هاد الفيديوهات المخترحة. هاد الفيديوهات هاد شي هذا باقي ما غديش نحتاجه. يمكن من بعده نضيف هاد الاقصام هدي. فحال هاد الامور هدي كاملة ضفتها في البداية. المعلومات الاساسية كذلك. ضفت الوصف. ضفت كل شي. الى بغيت نضيف شي روابط الباريت الالكتروني. يمكن لي نضيفها من هنا. دبا غدي مشي نضغط على زر الاعدادات. انا الهاتف درت لكم بشكل اه افوقي باش انا تبين الصورة واضحة. غدي بلكم في الاسفل. اول حاجة. غدي نكليك على القناة. بالنسبة للدولار. يمكن لك تختار الدولار اللي يبغيتي. اول حاجة. غدي جي يختاره كذلك البلد. كل واحد كيدير البلد اللي هو مقيم فيه. يعني جميع الملدان اللي فيها الربح من منصة اليوتيوب. غدي تلقاها. طالعها في اه ذلك المكان. هنا عندي الكلمات الرئيسية. الكلمات الرئيسية شنو معناتها? هما المجال اللي غدا تستخدم فيه القناة يلي. انا قناة يعني الربح من اليوتيوب. قناة اه تعليمية الربح من اليوتيوب. الربح من الانترنت. اه اه انشاء قناة اه يعني مهم. كان حاول نبحث على هذه الكلمات. وكان كليكي على ديك اللي في الاسفل الدهب. باش كه ترجع ليها على هذا الشكل. وكان قناة عن مرة عندي خمسمائة حرف. كان عمر انا عطيتكم غيم مثال. يمكن لي نضيف كلمات اخرى. ولكن باش ما يطور سعلينا فيديو. هنحاول ندير غي جوج كلمات او لتلذى الكلمات. نديرو الربح من الانترنت. وغدي نكليكي على ديك الدهب في الاسفل. باش انه يعني ترجع على هذا الشكل كما تجاهدون في الشاشة. مني عمرت الكلمات الرئيسية. غدي ندوز الاعدادات المتقدمة. بالنسبة للجمهور. خاصني ندير لا اريد تصنيف هذه القناة على انها غير مخصة لأطفال. ما نخليش اريد مراجعة هذا الاعداد لكل فيديو على حدة. ندير لا. باش انها تبقى عندي دائما. بعد من هنا هنا عدم عرض اي كلمات يحتمل ان تكون غير ملايحة هي نعلمها. وايقاف الاعلانات التي تستهدف الاهتمامة هي نعلم عليها. هنا تسماح للمشاهدين باقتصاص المحتوى. يمكن لي ولم يبغيتي. ده بغدي ندوز الاهلية لاستخدام الميزات. هنا عندكم جزء اختيارة اصدقاء باش ما تد خوش. اما تدير حفظ للمعلومات ومن بعد ترجع تكمل هاد الاهلية لاستخدام الميزات. او لا الاكتيار تعرف ترجع لهذا المكان يمكن لك تضيفها من هنا. هنا كم شيء ندير اتبات ملكية رقم الهاتف. هاديرا مهمة بزاف وبزاف الناس كي حصلوا في هذا المكان. حيط رقم الهاتف ما كيبغيش يجعله دك البيين كود او لا رسالة تأكيدية. غدي ندير اختيار عبر رسالة نصية. وغدي ندخل رقم الهاتف. ومن بعد غدي يوصني الرمز اه اللي فيه ستة ارقام. وغدي ندخلو. ومباشرة معد منها. كندير ارسال. غدي ندير ارسال. غدي تم تأكيد. وغدي نرجعو للمكان دي الاعدادات. كما اكتلكم. كينا اللي كيدوخ في هاد المرحلة. الاخفتي رسك الدوخ. دير حفظ للمعلومات. قبل ما تدير مرحلة ديال الاهلية لاستخدام الميزات. ورجع كمل. لك تعرف ترجع. ماشي مشكل. إلا رجعتي. وما عرفتش ترجع. غدي يكون بشغالك الاعدادات كاملة. غدي ندير الميزات للمتقدمة. هنا عندك ثلاثة الاختيارات. اما اتبات الهوية عبر الفيديو. او لبطاقة تعريف وطنية. ولما عرفتش دير هادو نهائيا. نختار سجل للقناة. وهو النراسك. يعني يدير انشاء سجل نشاط في القناة. ودير التالي. وغدي يتم يعني تفعيل هذه الميزة بعد شهرين. يعني الامر بسيط للغاية. هذي ندوزوا الاعدادات تلقائية لتحميل الفيديوهات. هنا كندوزوا الاعدادات المتقدمة. ومن بعد منها. هنا كان هنا واحد اعداد مهم. هذي نرجع له اصدقاء. هذي ندوزوا الادونات. ومن بعد منها المنتادة. هذي الامر هذي ما فيها اشكال. بتنخليها كاملة ما كان قصوتها شي حاجة لانها غير مهمة هنا يا. هنا عندي اختيارات اللي بغيت ما يتنفعلها بغيت نوقفها. والاتفاقيات كذلك ما زال انا مملذمش بالاتفاقيات. هذي نرجع لديك الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات باش اننا ندروا آآ فاش يعني المجال اللي كتخدم فيه القناة او لا الفيئة. هاي عندي فئة الجانب هنا يا. اولا التلخص نخليها كدك يوتيوب العادي. ونجي للفئة الفئة مهمة بزاف ناس ما كيديروهاش. هذي نختار الفئة اللي كتشتغل فيها القناة. هذي ندير انا التعليم. ومن بعد هذي ندير حفظ المعلومات. وبالتالي فقط كيبقى عليا انني ارفع الفيديوهات على القناة. وبالتالي صافي القناة كتكون كملات. مهم شكرا لمن تابعنا الى نهاية الفيديو. شكرا لمن وضع لايك. والسلام عليكم ونلتقي في فيديو قادم. ان شاء الله.